أكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي على الروابط التاريخية الأتي تجمع بين مصر ونيجيريا وتطلع مصر للبناء عليها وعلى إمكانات التعاون الكبيرة بين البلدين لتحقيق انطلاق على صعيد العلاقات الثنائية وخاصة فيما يتعلق بالشق التجاري والاستثماري وخلال لقائه نظيره النيجيري يوسف مايتاماتوغار على هامش اجتماعات أكرا أعرب عبد العاطي عن أهمية عقد النسخة الثالثة من ألية التشاور السياسي بين وزارتي خارجية البلدين وتبادل وجهات النظر اتصالا بالموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك خاصة فيما يتعلق بتنامي خطر التنظيمات الإرهابية في منطقة السحل من جانبه أكد وزيره خارجية نيجيريا أهمية ترفيع العلاقات بين البلدين المستوى الاستراتيجي كما أعرب عن تطلع بلاده لمواصلة التعاون في عدد من القطاعات الحيوية والاستفادة من الخبرات المصرية والتجربة المصرية المتميزة في انتاج الهايدروجين الأغدر وكذا تطوير قطاع الكهرباء كما ثمن الجانب النيجيري الدعم المصري المقدم لدعم القدرات النيجيرية في عدة مجالات وعلى رأسها مكافحة الإرهاب ترجمة نانسي قنقر